مرحبا اصدقائي معكم احمد شهوان من قناة طبعا اصدقائي العزاب بعد غياب فترة طويلة بسبب شوية الظروف ان شاء الله رجعت لكم في اه على القناة اللي راح دايما زي ما تعودنا راح اشرح لكم فيها عن طريقة حل جميع مشاكل الايفون اللي بتواجهكم بتخطي الاي كلاود لجميع الاجهزة طبعا دايما انا بكون معاكم اول باول في كل المشاكل اللي بتواجهكم وفي عمليات الجيل بريك وعمليات تخطي الاي كلاود طبعا ان شاء الله راح نرجع من الجديد ورح نرجع نكمل زي ما بدينا ورح نظل ان شاء الله نتابع اول باول معاكم في كل جديد ورح نشرح ان شاء الله فيديوهات ورح نشرح كثير مشاكل وبرامج رح ان شاء الله اوفر لكم كثير من البرامج. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو اصدقائي لا تنسوا ندعم القناة تفعيل زر الاشتراك لاغي الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من المستخدمين. طبعا اليوم اصدقائي رح اشرح لكم عن طريق التخطيء الاي كلاود بالطرق الجديدة على اجهزة الايفون اللي بتدعم اي او اس 12 ولحتى اي او اس 12.6. اه حتى عفوا اي او اس 14.6 من 12.0 وحتى 14.6. طبعا الاصدار الجديد الاي او اس 15 ان شاء الله بالفيديوهات الجاي رح اشرح لكم اياه بس رح نستنى لحتى يتم تطوير الجيلي بريك الاي او اس 15. اه بعد هيك ان شاء الله رح اشرح لكم كيف نعمل تخطي الاي كلاود. وزا ما اتعودنا دايما رح اكون معكم اول باول في كل عملية بتصير وفي كل تحتيثات بتصير. اه طبعا ان شاء الله الان رح ابلش بالشرح طبعا الشرح اللي رح يكون فيه مقسم لقسمين. طريقة تخطي الاي كلاود. والخسم الاول اللي هي فيه مشكلة بتواجه بعض المستخدمين لما يجي يعملوا الجيلي بريك. انه الجيلي بريك ما بيكون اه ما بيكمل معهم وبيوقف لعند نص الابلود. الان رح اشرح لكم كيف رح نتخطي هاي المشكلة في حال واجهتكم. هاي المشكلة في عملية الابلود للجيلي بريك وما بيكمل. اه طبعا الان كونوا معاي. الان معنا جهاز ايفون فايب ازم احنا شايفين عليه اصدار 12.5.5. الان زم احنا شايفين زر الستارت انفعل مية بالمية. في حال كان عندك جهاز ايفون ايد فما فوق او ايفون سبن فما فوق تيجي على خيار الابشين وبتختار اول خيار لحتى ادخط هاي المشكلة في حال كانت عندك ستارت مش مبينة. الان بعمل نيكست وبعمل له استارت. الان رح يتم دخول الجهاز الايفون في وضع. راح نستنى الان لحتى تظهر علامة الايتون زي ما احنا شايفين. الان رح يطلب مني اني ادخل الجهاز في وضع. كيف عملية الدخول? طبعا كل جهاز بكون حاط لك صورة كيف عملية الدخول في وضع. الايفون عن طريقة الكبسة الباور الكبسة اللي بنمص. فبتكبسها مع بعض لحت اربع ثواني. بعدين بس خلصن الاربع ثواني اللي هون. بترفع ايدك بترفع الاصبع الاول بتضلك كابس على الكبسة اللي بنمص عشر ثواني. الان راح اعطي ستار. راح اضل كابس لمدة اربع ثواني. تمام? لحتى خلص العداد الاول برفع ايدي عن الماور وبضل كابس على الكبسة اللي بنمص. طبعا زي ما احنا شايفين العداد اللي هون عماله بينزل. الان راح اعطيني تم الدخول في وضع لك الداخل. خلاص برفع اصبعي. بستنى الان لحتى يعمل جيل بريك. طبعا المشكلة اللي بتواجه بعض المستخدمين هي كالتالي. بس يجي عندنا الخيار هون هلا بيمشي معنا للخطوة الثانية. بعد الخطوة الثانية معظم المستخدمين بوقف عندهم الجيل بريك وما بكمل. فشو راح نعمل في هاي الحالة? وكيف راح نخليه نكمل ونتلاشى هاي المشكلة. راح نستنى شوي. اول ما تخلص كلمة راح يحولنا على الكلام اللي بعده. على الخطوة اللي بعدها. الان راح نستنى لما ييجي الكلام بعدها. لفرجيكم شو راح نعمل. طبعا راح تاخد شوية وقت تقريبا راح تاخد يعني خمس دقائق. فرح نستنى ان شاء الله لحتى اه تيجي الكلمة اللي بعد هاي على طول. راح بظلوا شاشته سوداء. في هاي العملية شو راح نساوي? راح فرجيكم الان شو راح نعمل حتى يكمل الجهاز معنا. هون تم الانتقال للخطوة الثانية. هون بعض المستخدمين بوجهوا هاي المشكلة انه ما بكمل معهم. فشو راح نعمل هون? على طول بس بفك الكابل من الايفون وبرجع برجع بسرعة. يعني بفك وبرجع على طول. ما بيوخد وقت. زين ما شايفين اشتغل مية بالمية واخد جيل بريك. وهون اعطاني الخطأ بس هاد الخطأ راح يكمل عادي. تتلاشى الخطأ هاد هلا الجهاز كمل بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين. ودخل في وضع البوت. الان كيف نتأكد انه اخد جيل بريك مية بالمية. لازم يعطيك بدل كلمة بوت هون. اعتبار اعطاك اول دن معنات الجهاز اخذ الجيل بريك بشكل بشكل كامل وبشكل تام بدون اي مشكلة. زي ما شايفين اول دن. هيك الجيل بريك صار كامل على الجهاز مية بالمية. وزي تم فرشيتكم المشكلة كيف نحلها. بس كلي تتابع معي اول باول حتى تعرف كيف نحل هاي المشكلة. الان راح اتركي الجهاز ورح اطفل الجهاز ونفوت على الكمبيوتر. فاخليكم معي لحتى انكمل الخطوات مع بعض. طبعا اصدقائي نكمل مع بعض. بعد ما عملنا الجيل بريك وامور الجهاز صارت مية بالمية تمام. الان راح نشوف شو الطريقة الجديدة اللي راح نتبعها في عملية تخطي الاي كلاود. طبعا الان اصدقائي في عدة روابط راح يكون حطيكم لها اسفل الفيديو لازم تحملوا منها الملفات لحتى اتم العملية بنجاح. ويا ريت للكل تابع معي خطوة عشان ما يحكي عشان ما يحط لي بالتعليقات انه انت كذاب وما بتشتغل وما ما الطريقة ما اشتغلت او يحكي لي انه اه الاداة ما اشتغلت او يحكي لي انه مثلا في اي شي عنده صار غلط. تابع معي للاخر لحتى تعرف شو اي مشكلة بتواجب بنحلها سبا ان شاء الله. طبعا نازم نتحمل اداة البيثون راح يكون حط لك الرابط طبعها اسفل الفيديو بتعملها داولود وتثبتها انها محملها مثبتها. وطبعا اداة انه تفرمويرك طبعا كمان بتحملها وبتثبتها. اغلب الاجهزة بتكون مثبتة جاهزة بس احتياطا اذا ما اشتغل البرنامج معك اللي راح نشتغل عليه الان بترجع وتحمل البرنامجين التاليين. انت بتكمل خطوات وبتشتغل على طول. في حال ما اشتغل عندك البرنامج. اه بتيجي بتحمل اداة البايثون بتيجي بتحمل اداة النات فرمويرك. اكيد لازم يكون الاي تونز على جهاز الكمبيوتر. طبعا الان اصدقائي بنتوجه لا اداة اللي هي ازالة الاي تلاو. كما احنا شايفين الاداة اللي قدامنا. الان نيجي نفتح الاداة بنيجي نفتح الايقونة اللي احنا شايفينها قدامها. فراح نستنى شوي لحتى تشتغل معانا الاداة. معظم الاجهزة ممكن تطويل الاداة لما تفتع عندك. بدك تتركها براحتها لحتى تشتغل بدون اي مشاكل. الاداة بتعتمد على اوامر البايثون وعلى اوامر الكمبيوتر. طبعا الان راح نستنى هي شوية راح تاخد شوية توقيت. فراح نستنى لحتى تشتغل اداة. ونشوف شو الاجراءات اللي راح نتبعها لحتى انشيل الاي كلاود عن الجهاز. زي ما احنا شايفين الاداة اشتغلت مية بالمية. وزي ما احنا شايفين هنا عم بتم التعرف على جهاز التليفون. طبعا لازم تعمل ترست على التليفون. ولازم يكون شغال مية بالمية زي ما احنا شايفين. الان بعطيك انه الجهاز متصل. بيعطينا اسم الجهاز ورقم الجهاز وشو الجهاز ومواصبات الجهاز بشكل عام. تمام? الان راح نيجي نعمل تسجيل دخول كيف نعمل تسجيل دخول ايميل و باسورد. راح تيجي تكتب ايميل شخصي. ايميل خاص فيك. ما تحط ايميل وهمية لانه ما راح يزبط. بدك تحط ايميل شغال يكون مية بالمية. انا راح اجي احط اليميل تبعي. تمام? الان انا دخلت اليميل تبعي. تمام? وهنا بدي احط باسورد. بتحط طبعا ارقام واحرف ورموز يفضل. باجي بعمل تسجيل. تمام? بتكتب فوق الايميل بتكتب تحت الباسورد. لا انا كتبتو خلط هون. الان هي اكسار تمام. خليني راح اتأكد منه بس مية بالمية. تمام. الان باجي بعمل مرة ثانية. تمام? هم بعطيني انه انا مسجل من قبل على هذا اليميل. كل اللي علي انه اجي اعمل في دخول مرة ثانية فرح اتأكد من الباسورد انه انا عندي الباسورد نسيه. فبدي احط ايميل ثاني يفضل لحتى نمشي معكم بالخطوات. الان راح احط ايميل ثاني. هاي حاطيت ايميل ثاني ورح اجي اعمله رجستر. الان حكا ليه تم? الان راح اعمله لوج ان. بعد ما عملنا تسجيل بعمل لوج ان. الان راح يقول لك دخل الباسورد اللي وصلك على الايميل. انا الان راح اجي افوت على الايميل. ورح نشوف الباسورد اللي وصلنا. طبعا الايميل لازم يكون حقيقي. يفضل انه يكون حقيقي. الايميلات الوهمية ما بتزوط. فيفضل تحط ايميل جيميل افضل اشي هي ايميلات الجيميل. فرح نستنى الان لحتى يشتغل الويب سايت ونفوت على الايميل. نكمل مع بعض طبعا زي ما احنا شايفين اصدقائي الايميل اللي وصلنا هنا. فرح نيجي الان اه نفتح الايميل وناخذ الباسورد او الكود اللي وصلنا. بس رح نضغط عليه. رح نستنى شوية حتى يفتح. هاد الكود هو وصلنا مرتين. رح اجي اخذ الكود كوبي. تمام? ورح اجي اعمله هنا نسيخ. تمام? ورح اجي اعمله معالجة. الان بعطيني اوكي تم ما الان اه تفعيلي الايميل مية بالمية. الان باجي بعمل لوق ان مرة تانية. لازم يعطيني. هان بعطيك سيف لوق ان داتا انه يحفظ الملفات يحفظ المعلومات لحتى المرة جهة ما اضلاك تعمل هاي الحركة. بعطي هاس. هيك صار تم تسجيل الايميل وتم تسجيل البرنامج بنجاح. الان بعد ما خلصنا تسجيل وكل شي تمام. نيجي لعملية ازالة اقفل لايكلاود. كل اللي علينا منيجي على كلمة هلو اللي احنا شايفينا هون موجودة اسفل الاسفل البرنامج. بس بكبس عليها. تمام. وبستنى شوي لحتى تتم عملية ازالة الاي كلاود. هنا اي معلومات يبتيجيك بتعطي ياس. وبتعطي دون تسم معطي ياس. تمام. تعطي ياس. تستنى الان لحتى تتم العملية هون ببلش يمشي مية بالمية. هون رح تستنى انت هون كل المعلومات اللي راح تمشي هون راح تظهر لك في قائمة السي ام دي هون. طبعا انت بدك تترك الجهاز وما تعمل اي اشي زي ما احنا شايفين. الجهاز طفا ورجع اشتغل. الان راح ننتظر لحتى تنتهي العملية اه لنهاية. ولحتى نشوف كيف الاجراءات تمت. الان اعطان عشرين خمسين بالمية من الامور لحد الان مية بالمية. ما في اخطاء. اهم اشي زي ما حكت لكم في حال البرنامج ما اشتغل او ما تفعل انك تحمل برنامج البايثن وبرنامج انه تفرم مورة. الان الجهاز زي ما احنا شايفين في وضع اعادة التشغيل. راح نستنى الان لحتى يشتغل. لازم تنتهي العملية اللي هون ويعطينا مية بالمية. انت ما تصيب الجهاز بتتركه براحته لحتى يعطيك بالاخير انه تمت عملية ازالة الاي كلاود بنجاح. الان اعطاني اكتيفيتد. تمت العملية مية بالمية. الان راح يشتغل الجهاز بدون اي كلاود. راح يشتغل معنا مية بالمية. بتقدر تستخدم الجهاز براحتك. الان بعطي اوكي. ما استنى الجهاز لحتى يشتغل. وبعد ما يشتغل الجهاز بتقدر تستخدمه براحتك بدون اي مشكلة. الان لو اجينا عملنا نيكست التالي. راح استنى شوي. افاعل بس البيانات. بعطي سيت اوب. بعطي كونتينيو. زي ما احنا شايفين. الجهاز تفاعل بدون اي مشكلة. هنا بعدي من الخطوات بعمل هنا. وبكمل هاي كل الخطوات مية بالمية بدون اي مشكلة. باجي بكمل بعطي دون تيوز. وبخليه لحتى يوصل معي للاخير. كونتينيو كونتينيو. زي ما احنا شايفين اصدقائي الجهاز تشتغل مية بالمية بدون اي مشكلة. جميع البيانات الجهاز شغالة. وجميع كل اشي بالجهاز شغال بدون اي مشكلة. والجهاز تشتغل معنا مية بالمية. بس كل اللي عليك انك تتابع الخطوات معي لحتى يشتغل معك الجهاز بدون اي عنا. وفي حال واجهتك اي مشكلة ياريت انك تحطي ليها اسفل الفيديو لحتى اقدر امشي معكم بالخطوات لحتى اقدر اساعدكم في اي اشي بقدر عليه. وطبعا اصدقائي لحتى نتأكد انه كل الامور مية بالمية الان راح نطفي الجهاز ونرجع ان يشغله لحتى نتأكد انه حتى لو طفينا الجهاز وشغلنا راح يظلو شغال معنا مية بالمية بدون اي مشكلة انه ما راح يرجع الاي كلاود على الجهاز. الان راح نتخل الجهاز لحتى يطفي ورح ننتظر لحتى يشتغل الان راح اشغل الجهاز. الان شغلت الجهاز ورح يشتغل معي ورح يشتغل الجهاز مية بالمية بدون اي مشكلة. فحبيت اني اطفي الجهاز وارجع اشغله لحتى نتأكد انه الجهاز مية بالمية حتى لو طفيته وارجعي اتشغلته. الان ربما تنتظر معكم لتجهزت ممكن تشغل الجهاز التفكير puede عملها في حال كان عندك الإشعارات مشغ zumindest فد تستطيع ممكن تعملها. تقدر تعمل لها التحديث الاتحية. تمام لآحديثات الجهاز. الآن زي ما ركיivil جهاز يشتغل مية بالمية بدون اي مشكلة. وزي ما ركיما رجع الجهاز شغال وطفينا وعند asHuh salud にماني هو افضل اشغال اموره تمامية بالمية. اتمنى اكون شرحت لكم اياه بكل تفاصيله و اتمنى اكون قصرت معاكم الشرح في حال وجهتك المشكلة رح تحطي اياه اسفل الفيديو و كان معكم احمد شهوان من قناة كانجسترقيم الاشتنونوجا ويعطيكم الف عافية